اشتركوا في القناة الجمعة القمر موجود في منزلة سعد بلع وهي منزلة للعلاج والفراق واتلاف الاموال والحرية ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 10 و59 دقيقة من مساء هاد الليلة اللي هي مساء ليلة الجمعة لينتقل بعدها القمر بهذا الوقت لمنزلة سعد السعود وهي منزلة لتوطيد العلاقة والحرية والربح والتفريق طبعا القمر موجود في برج الجدي لغاية ساعة 6 و17 دقيقة صباحا لينتقل بعدها لها برج الدلو يعني في عنا خلو مسار برضو اليوم بما انه القمر من الان لغاية ساعات الصباح موجود في برج الجدي معناته منعود لطبيعتنا الجدي منحاول انجاز عمل متراكم منجد انه الامور ما بتصير معنا بسهولة وبممكن تسيطر علينا روح التشاؤم او على البعض مننا علينا الاجتهاد اكثر في هاي الفترة لانجاز اعمالنا بوسعنا الشروع بعمل جديد او شراء تحفي اثرية او البدء بحمية او عمل تأمين او تأجديد تأمين او الامور اللي الها علاقة بالتأمينات اما بالنسبة للزوايا الفلكية فطبعا اليوم في عنا زاوية جديدة برضو ظهرت على الساحة اللي هي زاوية التسديس الايجابية بين عطارد وبين نبتون وهي طبعا تأثيراتها من 23-4 واليوم لغاية يوم 26-4 طبعا يعني هي مدتها ثلاث ايام ذروتها يوم 24-4 رح تكون يوم الساعة 10.36 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج هاي الزاوية بتخلينا قادرين على قراءة مشاعر الاخرين من حولنا دون ان يعبروا عنها بصراحة اما بالنسبة للزاوية البطيئة التي تليها وهي زاوية التسديس ايجابية بين المشتري وبين بلوتو وهي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 16-5 طبعا هاي الزاوية بمأنها تسديس ومشتري وبلوتو فبتزيد من نمو والاموال والاملاك وبتزيد من كرمنا ولكن ممكن تسببنا احساس بالكآبة او الميل للإعجاب بالذات اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين عطارد وبين زحل وهي مستمرة لغاية يوم 26-4 هاي الزاوية بمأنها سلبية بتسبب تعب وقلق وحذر وميل الكآبة وبتحد من خيالنا وبتجعلنا شاردين ذهن ومتقلبين وبتعرضنا للإرهاق وهذا الشيء ممكن يضر بعصابنا او بصحتنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين الشمس وبين المريخ وهي تأثيراتها لغاية يوم 23-5 يعني مدتها مدة طويلة وهي زاوية إيجابية هاي بتعزز قدراتنا القيادية وبتشجعنا على الإقدام على خطوة جديدة وجريعة اما بالنسبة للزاوية الأخيرة من الزاوية البطيئة وهي زاوية الإقتران الإيجابية اللي بين المشتري وبين نبتون وهي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 25-4 حكينا أنها هاي مناسبة للإلهام والأرباح المالية عن طريق توسط صديقة أو جمعية وفيه هاي الفترة بعض الأشخاص بينهوا وضعية حرجة أو بعض الأشخاص بيقعوا في الحب من أول نظرة بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل طبعا في زاوية وحيدة رح تتشكل اللي هي إقتران إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون الساعة 53 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش من صباح اليوم السبت طبعا تأثيراتها من موعد بث الحلقة اللي هو مساء الجمعة لغاية ساعات الظهيرة تقريبا من ظهر اليوم السبت وهاي الزاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة يعني الساعة 53 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش من صباح اليوم السبت ببدأ عنا خلو المسار وخلو المسار هذا رح يستمر لغاية الساعة 6 و 17 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني من الساعة 53 دقيقة للساعة 6 و 17 دقيقة صباحا فترة خلو مسار سلبية لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 6 و 17 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بكون القمر انتقل واستقر في برج الدلو عشان هيك من ساعات الصباح بنبلش نشعر إن بحاجة ماسة للتغيير الروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين أكثر ومننشط اجتماعيا منرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من إنه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وإدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا أو شراء أجهزة إلكترونية أو تجربة طعام جديد برضو أو الاهتمام بقصة شعر أو هيك عمل تسريحها للشعر أو معالجة الشعر يعني برضو هاي فترة ممتازة وتجربة طعام جديد زي ما حكينا بعد هذا الانتقال كامل بصير في عنا زاوية تأثيراتها بتبلش من ساعات الصباح هي زاوية التربيع السلبية بين القمر وبين الشمس وهاي بتدل على إنه القمر الآن منتصف بدر يعني الربع الأخير هو لا تشكل القمر وهاي رح تكون طبعا تشكل الساعة 11.56 دقيقة ظهرا من ظهر اليوم السبت تأثير الزاوية لساعات المساء يعني من ساعات الصباح لساعات المساء وهذا الاتصال بخلق لدينا حالي من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية طبعا الآن لغاية ساعات الصباح الركبتين والمفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري برضو الرضفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والتحال وجهاز التوازن أما من ساعات الصباح فبصير التركيز أو الحساسية في أعضاء جسمنا على بطة الساق والكاحل والساق نفسه وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية بالنسبة للعمليات الجراحية طبعا ما بعد خلو المسار يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل ممكن برضو عمل لهو أمور التجميل مثل الحقن والجراحة وأمور لها علاقة حتى بإزالة الشعر الزائد يمكننا برضو الاهتمام بقص الشعر التجميلي مثل الصبغ والقص ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعوم كورونا برضو مناسب اليوم ما في أي مشاكل ممكن تظهر بعض الأعراض كحرارة أو صداع وبنادوا كل ست ساعات مناسب لهذا الموضوع واللي باخدوا بيبي أسبرين يلتزموا فيه بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل ويستقر في برج الدلو معناة تخلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين يوم خمسة وعشرين أربعة بيبدأ خلو المسار الساعة اتناش وثلاثة وثلاثين دقيقة بعد منتصف ليل الاثنين الأحد على الاثنين يعني وبيستمر خلو المسار حتى الساعة عشر واربعة عشر دقيقة صباحا من صباح يوم الاثنين ليستقر القمر بعديها في برج الحوت بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المربع عمر واحد وعشرين يوم في تمام الساعة اتناش واربعة عشر دقيقة بعد منتصف الليلة هاي اللي هللت الجمعة على السبت بيصير عمره اثنين وعشرين يوم نسبة الإضاءة بتصير خمسين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثورة حتى يوم واحد وعشرين خمسة سعيدة بنسبة خمسة في المية القمر في الجدي بدو ينتقل للدلو ورح يستقر في الدلو لغاية يوم خمسة وعشرين أربعة هو سعيد الآن بنسبة سبعين في المية لغاية ساعات الصباح في ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة خمسة عشر في المية وبظل يتناقص لغاية ساعات العصر من ساعات العصر بيصير منتحس بنسبة عشر في المية عطارد في الثورة حتى يوم تسعة وعشرين أربعة منتحس بنسبة عشر في المية الزهرة في الحوت حتى يوم اثنين خمسة سعيد بنسبة ثلاثين في المية المريخ في الحوت حتى يوم أربعة وعشرين خمسة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية المشتري في الحوت حتى يوم 10-5 سعيد بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا من الآن لغاية ساعات الصباح بتكونوا تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم القائمة في مجال العمل حاولوا أنكم ما تخالفوا القوانين ما تجازفوا ما تغمروا ما تدخلوا بأي نقاشات حدي ما بينكم وبين الأشخاص اللي بتتعاملوا معهم يعني ضبط الأعصاب مطلوب وممنوع إن كنت شوهوا سمعتكم من ساعات الصباح بصير النشاط الاجتماعي واضح تماما فاليوم بتلتقوا الأصدقاء ولكن بتكونوا تحاولوا تصحيح العلاقات المتردية ما تبقوا واحدين فترة ناشطة وواعدة دراسيا أو مهنيا أو عائليا بتكثر عندكم الاتصالات والمواعيد فترة إيجابية جدا ممكن يتوجه لكم فيها دعوة لحضور حفلة أو مناسبة برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا بتنشطه في مجال الدراسة والسفار والاتصالات لا سيما لبعيدة ولكن بدكوا تنتبهوا أثناء تنقلاتكم أثناء امتحاناتكم ما تحتمدوا على الحضود نهائيا أثناء التنقلات بدكوا تركزوا بشكل جيد خوفا من المخالفات والحوادث أو الإصابات أثناء الحركة أما من ساعات الصباح الأجواء بتصير إلها علاقة بالوضع الاجتماعي فبينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهم إشي ما ترتجلوا المواقف والتصريح كي لا تقعوا ضحية الفوضى وعدم التنظيم بتضغطوا عليكم المسئوليات اليوم وممكن يتواجهوا أمر صعب ومعقد فعشان هيك بدكوا تلتزموا بالمسئوليات الفترة هاي واعدة وناشطة فيها أشياء إيجابية لإلكم برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا من الآن لغاية ساعات الصباح بتنهمكم بععدة تنظيم أموركم المالية المشتركة أهم شي انك تخففوا من النفقات لا تكفلوا حد لا تضمنوا حد بالفترة هاي حاولوا انك تناقشوا الأمور المالية بهدوء وخصوصا مع شركائكم الأزواج أو شركاء المال أما في ساعات الصباح الأجواء بتتغير إيجابيا تماما فبتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ثم لقاء أو فرصة بتفتح أمامك أبواب إلها علاقة إما بالسفر أو التعامل مع الأجانب أو التسويق أو النشر أو الدراسات العليا وبتفرحوا لانتصار أو لمرحلة أو لمشاركة ناجحة أهم شي انك تتحرك على مختلف الأصعاد الفترة إيجابية ولصالحك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان من الآن ولغاية ساعات الصباح من صباح اليوم السبت ينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم وعلاقاتكم مع شركاء المال أو العاطفة وبتظل الأجواء الرومانسية مشجعة ولكن ضبط الأعصاب بدون دخول لمشاكل ضروري لأن طاقتكم ما زالت ضعيفة فعرضة للعصبية وعرضة لبعض التعب أو الشعور بعدم الطاقة الكافية لإنجاز بعض المهام من ساعات الصباح بتعيدوا ضبط ميزانيتكم تقدروا تدخلوا التعديل على نمط حياتكم لا تتماشى مع التقدم والتطور في محيطك بيطمئن بالكم وبتفرحوا لتطور فترة جيدة لتصحيح الأخطاء أو لتكرار المحاولات السابقة وجيدة للأمور المالية برج الأسد بالنسبة لما ولد برج الأسد طبعا القمر بدأ بمراحل المقابلة تقدروا الآن تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون إهمال صحتكم حاولوا أنه تضبطوا أعصابكم أثناء تعاملكم مع زملائكم بالعمل وبرضو بتكونوا تراقبوا ووضعكم الصحي لغاية ساعات الصباح من ساعات صباح يوم السبت بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم اللي هي المالية والعاطفية وعلاقتكم مع الأحبة أهم شيء تحافظوا على هدوءكم ما ترتجلوا أي كلام ما توجهوا أي ملاحظة لأنه خصمكم قوي وما بيرحم بالفترة هاي لأنه القمر مقابلكم يعني طاقتكم ضعيفة فعشان هيك بتحمل هاي الأيام أشياء إيجابية مثل ارتباط مهم أو موعد مهم أو مصالحة ولكن زي ما حكينا بتكونوا تحافظوا على هدوء عصابكم وحاولوا أنكم ما تكونوا عذائيين برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة فطبعا الأجواء ما زالت جيدة وداعمة لإلكم بشكل قوي على مستوى تقربكم من أحباءكم من الآن لغاية ساعات الصباح وبتقدروا تعززوا العلاقة معهم ولكن بدون ما تفرضوا سلطتكم عليهم أو توجهوا انتقادات أو كلام لاذع لا إلهم بخصوصا الأحبة أو الأبناء أما من ساعات صباح يوم السبت بيبدأ العمل بالتراكم عندكم أهم إشيك ما تهملوا صحتكم حاذروا من التعب الصحي أو الجسدي اللي ممكن يمنعكم من أداء واجباتكم اليومية كما يجب ممكن تظهر بعض المسائل العائلية أو الشخصية الطارئة أو تشعر ببعض التوتر برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا من الآن لغاية ساعات الصباح بتظل الأمور البيتية والعائلية بتشغل فكركم بيظل في بعض المسائل اللي إلها علاقة بالبيت بتصليح أعطال ممكن حتى لو مشكلة أو خلاف أو سوء تفاهم ما بينك وبين أحد أفراد العائلة ولكن من ساعات صباح يوم السبت الأجواء بتتغير تماما بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم بتفرحوا لانفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم وممكن تقوموا بخطوة مباركة أو تتلقوا إشارة إيجابية هذه فترة مناسبة لالتقاط الأنفاس بعد العواصف اللي عصفت فيه خلال اليومين اللي مضوا برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا من الآن لغاية صباح اليوم السبت من الآن طبعا بيظل النشاط والحركة والاتصالات والتواصل مع أشخاص بكاتصالات نشطة جدا وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار هاي فترة جيدة لتنقلاتكم وامتحاناتكم أو التسويق لشيء معين أو حتى للنقاش ولكن بدكوا تنتبهوا أثناء حركتكم وأثناء قيادتكم للسيارة من ساعات صباح يوم السبت بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية أهم شيء اتلطفوا الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن تثير اضطرابك وامتعاضك أهم شيء أنك ما تخال في القوانين واحترم الموعيد والالتزامات المهنية حاول تهتم بعائلتك بهذه الفترة بدون أي انتقادات أو حدية بالطبع برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا من الآن لغاية صباح يوم السبت بيظل الفرصة إلها علاقة بالمكاسب المالية ولكن من جهة أخرى ثم نفقات أما في بعض الأشياء اللي إلها علاقة بالمكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي مستردات هبات ولكن بتكن تنتبه على أموالكم من السرقة أو الضياع أو الإصراف بالأموال من ساعات الصباح صباح يوم السبت بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات بتصير الفترة هاي مهمة للتواصل مع المجتمع ولا اسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفعالية كبيرة وتقوم باتصالات واسعة ابتسفر عن اتفاق ومصالحة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا أنتم ممتلئون نشاط وعنكم قدرة على إنجاز الكثير من مشاغلكم سرعة البديهة قوية وقوتكم قوة الملاحظة عالية جدا وقدرة التواصل حتى مع الجنس الآخر بتكون ممتازة لغاية ساعات صباح اليوم السبت بعدها الأجواء بتصير تركز على الأمور المالية فبتعيدوا تنظيم ميزانيتكم أهم شيء أنه ما تغامروا بأموالكم فترة حذرة شوي ماليا ومعنويا أهم شيء أنكم ما تتسرعوا باتخاذ قرارات حاسمة أنتم بحاجة لكل التعاطف والتضامن برج الدلو بيسيطر التعب عليكم كما الأيام الماضية بيظل التعب مسيطر لغاية ساعات صباح يوم السبت لأن القمر مازال موجود بالجدي في بيت المتاعب فعشان هيك بتظلوا فاقدين رغبتكم لمواجهة مشاغلكم يعني يا دوب بتعملوا الأشياء الروتينية أهم شيء أنه تظلوا منتبهين للوضع الصحي طبعا هذا لغاية ساعات صباح يوم السبت بعدين الأجواء بتتغير بشكل كامل بتستعيدوا نشاطكم وحيويتكم بتستعيدوا حماستكم وعزيمتكم وممكن يتمارسوا جاذبية لا تضاهى للبدء بمشروع أو خطة جديدة وبتمتلكوا الطاقة الكافية للانطلاف بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق وبرضو اليوم بيحملكوا خبر صار برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا من الآن لغاية ساعات الصباح بتظل الأجواء لها علاقة بالنشاط الاجتماعي أو علاقتكم مع الأصدقاء أو ممكن يتوجه لكم دعوة أو اتصالات أو مساعدات ولكن تشعروا أنه بلشت الطاقة قل تدريجيا لأن القمر اقترب لدخولوا في ساعات الصباح لبرج الدلو وهو بيت متاعبكم فعشان هيك من ساعات صباح يوم السبت رح تدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم أهم شي انك تتجنبوا اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة فعشان هيك بتكون تحذروا من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة لأنه ممكن تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر